على رجاء القيامة والحياة الأبدية نعى مجمع مطرنية الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط وفاة الأب الكونن المرحوم أندرو دو كاربانتيه المدير السابق لمؤسسة الأراضي المقدسة للصم في الصلط الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية إثرى حادث مؤسف بعد خدمة طويلة وجليلة في خدمة الصم وذوي الإعاقات وقد شيع جثمانه في كنيسة الراعي الصالح الإنجلية الأسقفية العربية في الصلط بحضور محافظ البلقاء وكبار ضباط الأمن العام في مدرية شرطة البلقاء وعددين من رؤساء الكنائس الأردنية وشخصيات من المدينة أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يتقدمون لمحبي الأب أندرو بأصدق مشاعر الحزن والمواساة طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد